سجل مطار البحرين الدولي أداء متميزا في الأشهر السبعة الأولى من العام الفين واربعة وعشرين وأظهرت البيانات الرسمية زيادة ملحوظة في حركة الركاب والطائرات إلى جانب نمو ثابت في حجم الشحن الجوي ما يعكس الانتعاش الاقتصادي المستمر والطلب المتزايد على السفر الجوي ووفقا للبيانات الرسمية ارتفع إجمالي عدد الركاب عبر مطار البحرين الدولي بنسبة أكثر من ثلاثة عشر في الفترة من يناير إلى يوليو الفين واربعة وعشرين مقارنة في نفس الفترة من العام الفين وثلاثة وعشرين وكان النصيب الأكبر من هذا النمو للركاب المغادرين الذين سجلوا زيادة بنسبة ثلاثة عشر وستة عشر بالمئة مقارنة في العام السابق كما شهد عدد الركاب القادمين نموا بنسبة تسعة وعشرين بالمئة تسعة وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو